الحقيقة برضو زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كان في فرع النادي الاهلي في مدينة نصر زي ما قلت لحضراتكم من بارحة خلال هذه الفترة يعني احنا تقريبا ما عدناش خمس ست شهور منذ ان تم انتخاب مجلس ادارة جديد لقيادة النادي الاهلي خلال الفترة القادمة طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الادارة استاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد مرتاجي امين السندوق كابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد دكتور محمد سراج دكتور سعد الشلبي طبعا مدير التنفيذي للنادي الاهلي كابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي الاستاذ سامح مدير الادارة الهندسية المهندس سامح علي فاهمي مدير الادارة الهندسية في النادي الاهلي المسجار الهندسي لمجلس الادارة وعدد كبير وعدد كبير من القيادات الموجودة لفتتاح بقية ما يحدث من إنجازات كبيرة جدا وكثيرة جدا وتفرق إنشائية كبيرة في كل الفروع النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين الكل مبسوط الكل سعيد ملاعب البدل كنس يعني الموضوع ده رأى أو ارتقى مجلس إدارة النادي الأهلي أن يكون متواجد في معظم الفروح لأن الأعضاء طلبت الحقيقة وقالت أن هي عايزة هذه الأمور وبالتالي مجلس إدارة النادي الأهلي بيحقق لكل الأعضاء طلباتهم فبالفعل استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي أن هو يفتح حاجة زي ما حضراتكم شايفين حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة وبوجود طبعا رئيس مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية كانوا مبسوطين جدا زي ما حضراتكم شايفين الطفرة الإنشائية يعني إن شاء الله دايما تبقى متواجدة في النادي الأهلي ومقرات النادي الأهلي المختلفة زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة خمس ست قرارات في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي حيظل مستمرا خلال الأيام القادمة خمس ست قرارات منها الأستاذ أحمد بن حاس أصبح مديرا للمقر النادي الأهلي في التجمع الخامس حاجات كتيرة جدا هقولها لحضراتكم ولكن في النهاية حاجات كلها بتقول إن اللي بيحصل في التجمع الخامس قريبا جدا إن شاء الله سيتم افتتاح فرع أو مقر النادي الأهلي بحبش أقول عليها فرع لكنها كلها مقرات النادي الأهلي كل أراضي مقرات بالنسباله وبالتالي إن شاء الله افتتاح مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس يكون قريب جدا وحضراتكم تشوفوا بالفعل قد إيه مجلس إدارة النادي الأهلي بيسعى إن هو يحافظ على الأمور أو التفرة الإنشائية اللي كانت معمولة خلال الأربع سنوات الأخيرة وبيعمل تفرة إنشائية أخرى خلال الأربع سنوات القادمة